دعاء سبحان الله شعور عجيب إحساس مريح لن تجده في أي شيء آخر لو لم يكن في الدعاء إلا هذا الإحساس لكفى الواحد مننا إذا دعى ربه وأخرج كل ما في قلبه فإنه يشعر براحة يشعر بانشراح صدر حتى قبل أن تستجاب الدعوة ولما علم الله أن عباده يشعرون بكل هذه اللذة والراحة في أثناء دعائهم فإنه سبحانه ربما يؤخر استجابة الدعاء عنك لكي لا تنقطع عنك لذة الدعاء نعم لأن لذة الدعاء في الحقيقة أحلى من لذة الاستجابة أصلا لا توجد مقارنة بين طعم الدعاء و طعم الإجابة لماذا؟ لماذا الدعاء أحلى من الإجابة؟ جواب يوجد في الدعاء شيئان شيء يحبه الله و شيء نحبه نحن الله يحب منا أن ندعوه وأما نحن فنحب أن يستجيب الله لنا ولا شك أن ما يحبه هو أجمل بكثير مما نحبه نحن و في كل خير موسيقى